بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائباً عن دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفت الديار المصرية المنصة الكريمة السادة العلماء ضيوف مصر الأكارم الحضور الكريم السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيطيب لي في البداية أن أرحب بضيوف مصر الأكارم الذين حضروا للمشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي يعقد برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله في إطار دعم سيادته الدائم للمرأة وتمكينها باعتبار أن للمرأة أدواراً مهمة في رفعة هذا الوطن فقد ربت وتعبت وعلمت وألهمت ووجهت وفوق كل ذلك حملت هموم هذا الوطن على عاتقها مقدمةً في سبيل رفعته وسلامته فالذة كبدها وزهرة عمرها فهي الأم الصابرة والزوجة الداعمة والأخت الفاضلة والإبنة التي تملأ الدنيا سعادةً وبهجة واسمحوا لي أن أنقل إلى حضراتكم جميعاً تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية ورجاءه الصادق لهذا المؤتمر أن يناقش كل القضايا التي تخص المرأة والتي تثبت دورها وتبرز قيمتها بعيداً عن العدات الراقدة والتقاليد الوافدة الحضور الكريم لقد وفق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اختيار موضوع المؤتمر الذي يهدف إلى الكشف عن أدوار المرأة المتعددة في بناء الوعي الديني والثقافي وخدمة المجتمع وتنشئة الطفل وبناء الأسرة وإنا لننتظر أن تأتي نتائج هذا المؤتمر مسفرةً كالصبح إذا أشرق فتبدد ظلمات الفكر حول المرأة وقضاياها وليس اهتمامنا بالمرأة وقضاياها من باب التفضل عليها وإنما وهو واجب يمليه على مجتمع الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول استوصوا بالنساء خيرا وحين يحذر الناس فيقول إني أحرِّج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة وكلما كان الإنسان أضعفا كانت عناية الله به أتم وانتقامه من ظالمه أشد وإذا كان بعض الناس لا يذكرون من كتاب الله جل جلاله إلا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء فإن الواجب أن نحسن فهم القوامة فإنما جُعلت الولاية للرجل على المرأة لرعايتها وحفظ حقوقها لا لهضمها أو ظلمها من أب أو أخ أو زوج ومن ثم فلا يخفى على حضراتكم وجه الحاجة الملحة لمناقشة دور المرأة في ظل ما تتعرَّض له من عاداتٍ مرفوضةٍ قضيمة أو تقاليد وافدةٍ سقيمة لا تتفق مع أخلاقنا الإسلامية وقيمنا الحضارية وحقيقة الأمر أن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام وبنظرةٍ مجرَّدةٍ في كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء تظهر هذه المكانة السامقة التي ارتقت إليها المرأة وهذا التكريم الذي نالت فقد جعلها الإسلام جوهرةً مكنونة يجب على الجميع صيانتها وحمايتها وأخبرنا الإسلام أنهن شقائق الرجال في مجالات الحياة المختلفة وانطلاقاً من توجيهات الشريعة حظيت المرأة في مجتمعنا المعاصر بالرعاية والاهتمام وحققت مكتسباتٍ عديدة على كافة الأصعبة تجسدت في إعلان عام الفين وسبعة عشر عاماً للمرأة المصرية وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة الفين وثلاثين وقيام مؤسساتٍ خاصةٍ على شؤونها وهذا يمثل طفرةً حقيقيةً في وضع المرأة داخل المجتمع والذي تترجمه لغة الأرقام والإحصاء التي تعكس ما بلغته من تمكين الحضور الكريم إن إحدى آليات التجديد أن نحسن قراءة الواقع والواقع يُعلن أن الكلام عن المرأة وقضاياها أصبح معيارًا لتصنيف الناس بحسب التأييد أو المعارضة مما غيب فرصة الحوار الموضوعي المنتج الذي يكشف عن رأي الإسلام المُستقى من الوحي قرآناً وسنة ومن الممارسات التي تلقت هذا الوحي فأحسنت فهمه وتطبيقه والواقع يُعلن أيضاً أن الصورة الذهنية التي يتبناها الغرب عن المرأة في المجتمعات المسلمة صورةٌ شائحة ورأها أجنداتٌ مجبوهةٌ تسعى إلى تأكيدها فلا تزال أسئلتهم عن المرأة في بلادنا تدور حول حريتها الضائعة وزيها المفروض عليها ومشاركتها السياسية إلى آخر هذه التساؤلات المريبة وفي ضوء ما يُعلنه الواقع مما تتمتع به المرأة من مكانةٍ وحقوقٍ وقرامةٍ يُكرُّها الدين ويُؤيِّدها القانون فإن من المُصارحة أن نقول إن هذه الصورة السلبية التي تتبناها الدول الأجنبية عن المرأة المسلمة تكشف عن حالةٍ من ضعف التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب أو حالةٍ من التشويه المتعمد لمجتمعات المسلمين وتفرض في الوقت نفسه عن الهيئات والمؤسسات وتفرض في الوقت نفسه على الهيئات والمؤسسات أن تقوم بواجبها تجاه التعارف الحضاري والمثاقفة الفعالة بين الشعوب والمجتمعات والعمل على تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن خصوصيتنا الدينية والثقافية وأما الإسلام فقد أعاد التوازن الاجتماعي المطلوب وأسس لمفهوم الكرامة الإنسانية التي تشمل لجنسين معاً ذكراماً وإناثاً بما جاء به من عدالةٍ ورحمةٍ ومساواة أعلنها في آياتٍ كريماتٍ تُتلى إلى يوم القيامة يقول الله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فلم يُفرِّق هنا بين رجلٍ وامرأة ولا بين ذكرٍ وأنثى فالمرأة مكرمةٌ انطلاقاً من هذا الإعلان الإلهي وساوى الإسلام بين الجنسين في المجازات والعقوبة سواءً أكان الجزاء في الدنيا كما قال تعالى من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أو كان في الآخرة كما قال تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيرا ولا أريد أن أُطيل النفس في التأصيل لصيانة الشريعة للمرأة والانتصار لها في قضاياها كافة ولكن أريد أن نتنبَّه إلى أمرين الأول أننا ونحن نعمل على معالجة الصورة الشائهة عن المرأة المسلمة ينبغي أن لا يأخذنا الحذر والمبالغة أحياناً إلى حدٍ يخرج عن نور الوحي فنرفض باسم الحريات والحقوق شيئاً من الشريعة كحجاب المرأة ومسؤوليتها عن بيتها أو أن يدفعنا الخوف من الوصم بالتعصب والتمييز إلى أن نُقِرَّ المثلية والتهدُّك والمساكنة وما وراء ذلك مما حمله هذا الطرح النكد الغريب عن الشريعة وآدى بها والثاني أننا ونحن نُنكر ما في الواقع من ممارساتٍ مغلوطةٍ تعارض نور الوحي لا ينبغي أن تختزل المنظمات والهيئات في مجتمعاتنا المسلمة قضايا المرأة في مسائل بعينها دون أن تتجاوزها إلى مشروعاتٍ حقيقيةٍ تُمكن المرأة دينياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً السادة العلماء يأتي هذا المؤتمر دليلاً على فساد بعض الممارسات الشائهة في مجتمعاتنا وبعض التصورات المغلوطة لدى الآخرين عنا وإن المرأة في واقعنا وفي ظل رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحظى بمكانةٍ كبيرة تعبر عنها المواقف والأحداث التي صححت العديد من الأفكار والمفاهيم المغلوطة في المجتمع وقد أولى الأزهر المرأة عنايةً كبيرة تمثلت في إقرار حقوقها وتأكيد أهمية دورها في النهوض من مجتمعها وأطلق العديد من الحملات والمبادرات والبرامج التوعوية من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على العادات والتقاليد التي ظلمتها وسلبتها حقوقها منها ومن تلك الحملات حملة نصيباً مفروضة للتوعية بفلسفة الميراس وأحكامه والتي تناولت بعض أشكال الظلم التي تتعرض له المرأة بسبب الفهم الخاطئ لبعض أحكام الشريعة كما أطلق الأزهر حملةً بعنوان وعاشرهن بالمعروف للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرةٍ سعيدةٍ متماسكة فضلاً عن حملة أولو الأرحام التي استهدفت التوعية بخطورة العنف الأسري ومعالجة أهم أسبابه وضرورة نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة كما أطلق الأزهر مبادراتٍ جماهيريةً حول تصحيح المفاهيم وبناء الوعي تضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات حول المرأة المصرية ومواجهة القضايا والعادات الموروثة حول المرأة وأعد برامج تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج وإعداد وتأهيل المصلح الأسري وعلى المستوى المبادرات المجتمعية أطلق مجمع البحوث الإسلامية مبادرةً موسعة لمواجهة التكاليف الباهزة للزواج في محافظات الجمهورية بعنوان لتسكنوا إليها لتحقيق مجموعةٍ من الأهداف التي تقضي على العادات السيئة والمتبعة في الزواج وفي سياق هذه المبادرة عقد مجمع البحوث قرابة مئة ألف لقاء توعوي بالمساجد وقصور الثقافة والنوادي كما أطلق المجمع كذلك العشرات من القوافل الدعوية التي استهدفت العمل على إيجاد حلول للمشكلات الأسرية المتنوعة التي تهدد استقرار الأسرة خاصةً في توقيت تعاني فيه الأسرة بعضاً من المشكلات والعقبات التي تحتاج إلى تكاتفٍ جماعيٍ للمؤسسات والهيئات بل والأفراد لمواجهتها كما أصدر الأزهر الشريف العشرات من الكتب التي تتناول كل قضايا المرأة والأسرة باعتمارهما عنصراً مهماً في المجتمع كما قدم الأزهر الواعظات الأزهريات وهن تجربةٌ فريدة يقمن على نشر الوعي وتصحيح الفكر في ربوع مصر ولقد توجت عناية الأزهر بالمرأة بتكريم دولة رئيس الوزراء للأزهر الشريف لحصوله على المركز الأول في ملف التمييز الحكومي في تمكين المرأة وختاماً إن الإسلام في مصادره الأصيلة وتطبيقاته السليمة ليس فيه ما يدعو إلى الانتقاص من المرأة أو حرمانها من حقوقها بل إن الإسلام انتصر للمرأة في كثيرٍ من قضاياها فالمرأة في الإسلام مكرمةٌ مصونة وليست عورةً تختبئ وراء عاداتٍ موروثة أو فهومٍ سقيمة أو ممارساتٍ خاطئة وإن دورها في صناعة الوعي عبر التاريخ لا ينكر وإنا لننتظر أن يقدم المؤتمر قراءةً صحيحةً تكشف عن حال المرأة بين الأصل المشروع والانحراف الممنوع والتزييف المصنوع وأختم بتحيةٍ خاصة لكل امرأةٍ فهمت دورها وقامت بواجبها خدمةً لدينها ورفعةً لشأن وطنها وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا